مناورات جوية مشتركة للقوات الروسية ونظيرتها البلاروسية تقول مينسك إنها تهدف إلى رفع جهزية القتال وتشارك فيها جميع المطارات والميادين التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي ورغم تطمنات مينسك بشأن أغراض هذه التدريبات وتأكيدها أنها ذات أهداف دفاعية فإن المخاوف الغربية من استخدام روسيا لأراضي بلاروس لشن هجوم بري جديد على أوكرانيا لم تهدأ اتحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى إلى السلام وأن أهدافه في إخضاع أوكرانيا لا تزال ثابتة ستولتنبرغ دعا إلى الاستعداد لصراع طويل وقال إن انتصار أوكرانيا يحتاج إلى إرسال الأسلحة اللازمة ومزيد من الدعم العسكري وأكد أن الحلفاء سيعلنون مساعدات جديدة لكييف في اجتماع رامشتاين بألمانيا الدعم الغربي لأوكرانيا شمل أيضا تدريبا قتاليا جديدا وموسعا للقوات الأوكرانية في ألمانيا وبحسب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي فإن هذا التدريب يهدف إلى الدفع بخمسمائة عسكري أوكراني إلى جبهات القتال في الأسابيع الخمسة القادمة وبحسب ميلي فإن تدريب الذي بدأ الأحد في منطقة جرانفرور الألمانية سيستمر خمسة أسابيع أو ستة مع التركيز على ما يعرف بحرب الأسلحة المشتركة حيث يتدرب الجنود على استخدام التبابات والمدفعية والمركبات القتالية وأسلحة أخرى وبدأ التدريب الذي كشف عنه لأول مرة أواخر العام الماضي بينما تحصر الولايات المتحدة وحلفاؤها قائمة متزايدة باستمرار من الأسلحة التي قد تساعد القوات الأوكرانية على مواجهة الهجمات الروسية المتزايدة والتي تعد تحديا مستمرا لأوكرانيا سناء المهداوي تيرتي عربي تيرتي عربي